وترى أنه برك الله فيك أنه الدعاة الوفدين على تونس هذية في إطار السياحة الدعائية جديدة يدخل في نفس إطار هذا العالمية الإسلامية اللي وراء الظهرة التنمي ظهرة سلفية طبعا هم يجوا في إطار هذا المشروع المعادي للإسلام الجمهوري أنا لما يجي وجدي غنيم هذا والقرضاء مرحبا بي سأول شيء ضد استضافته بالعنف والمظاهرات تونس بلد مضيف نستضيف الناس كل مرحبا بي قال نريد مناظرة وجدال تفضل مرحبا بك في استوديوات نسمة في حنبال في الوطنية هم سوالين نطرحهم لك وأي شاب سلف في تونسي لابد أن يطرح سوالين لأي شيخ يوما به ويقدسه ويعتقده نموذج الأعلى ما حكم الإسلام في الملكية هل إسلام ملكي هم جمهوري وما حكم الإسلام في القواعد العسكري جنبي والله يهرب والله لو تسألوا سوالين هذومة وجد غنيم والقرضاء ويجيبوا فيهم هذومة بالروز رايس والصيرات الفاخرة ومرطبات خمسة مليون دولار في العالم والله يهرب خليكوا يهرب لأنه خبزة والخبزة مرة وانت مش تقطع له خبزته لأنه انتهت اللعبة تنتهى القصة لأنه ما سيناله جوهر الإسلام وهذه مسألة ما يحبش يتعامل معه بين اللحظة وزداء